بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم جديد على قناتي ساميرا كويزين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم ان شاء الله نقدم لكم فطائر الغربال العجيبة نحضرهم ان شاء الله بدون اختمار كذلك بدون حليب او زيت في العجين وبدون بيكن باودر وكذلك بحشوة بدون طهي وبدون لحوم جد اقتصادية وكتجي في نفس الوقت فطائر نحضرها لكم دي من الفطائر اللي نحضرها في رمضان كيف يجيب منهم فكنتمنى ان شاء الله نحضر اليوم تنالي اعجاب دي لكم وكيف دي ما يلعجبكم في الفيديو لا تنسوني اش من تشعر دي لكم باللايك و بالاشتراك في القناة بج دائما يوصلكم الجديد نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة بسم الله وعلى بركة الله نعطيكم المقادر ونحن نخدمين في طريقة التحضير في ايناء للعجن نضع قياس دي الخمسة دي الكسان من قياس العنبة دائما من الدقيق الابيض او الفورص نضيف لهم جج كسان دي العنبة كذلك من الدقيق القمح صلب الناعم جدا المعروف بالفينو وكذلك في بعض دول عربية معروف بدقيق فرخة نضيف ملعقة صغيرة ممتلئة من الملح والملح تبقى حسب الضوك ملعقة صغيرة غير ممتلئة من الخميرة الجفة او خميرة الخبز ملعقة كذلك غير ممتلئة من العسل ممكن تعوضها بالسكر حبيبات ممكن تستغنوا عليها فقط باش نحصلوا على لون مذهب في الفطائر دينا نضيف القليل من زيت الزيتون ما يعادي الواحد جج مع علق كبار من زيت الزيتون ونجمع بالماء الدافئ طريقة لي هي سهلة بدون دلك بدون مجهود نضيف القليل من زيت الزيتون ونحتفظ به في كيس بلاستيكي باش كيعطيني نتيجة زوينة بحل دلكناه مدة طويلة نضيف القليل من زيت الزيتون ونحتاجه بالنسبة للحشوة التي تكون عندنا بدون لحوم وفقط بنوع واحد من الخضار سهلة وسريع وكي يجي وشهوة منهم نخذ بصلة خضارية ربطة التي قشرتها وغسلتها ونستعملها بدك الربيع الخضار ديالها نستعمل الورق الخضار ديالها زوين ونقطعه أرقيق نقطع البصلة كاملة أرقيقة على هات الشكل نجمع هكذا يفئينا ونبدأ نعمل لها التوابل ضروري نفتح البلاصة التي تكون بيضاء البصلة هكذا على شكل حلقات باش ما نحتاج نشحرها ونسنها عاد تبرد ستأخذ وقت ونستعملها هكذا يخضرها فضروري نقطعها رقيقة نضيف لها القليل من الملح لقليل من الكمون تقريبا واحد نصف معلقة صغيرة ديال الكمون نصف ملعقة صغيرة كذلك ملق زبور يابس مطحون وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار ممكن للناس الذين لا يريدون الإبزار يتفادوه نهائيا ممكن يعوده بالسودانية أو لا يتفادوه توابل كتكون حارة يتفادوها نضيف القليل من زيت الزيتون تقريبا واحد ملعقة كبيرة زيت الزيتون ونرجعه للعجين كي يكون رتاح في الوقت اللي وجدنا فيه البصلة يكون أعطينا الطوع بحلد الكناه مدة طويلة سوف نأخذ العجين ديالنا بعد ما زولته من البلاستيك نقطعه إلى كورات حجم صغير أو كبير على حسب الغربال اللي تستعملوه سوف ندهنهم بعد ما شكلتهم كورات سوف ندهنهم بزيت زيت الزيتون ونبدأ على بركتي الله نشكل النوع الأول ديال الفطائر هناك إضافة اللي ممكن تستعملوها سوف نستعمل الجبن المثلاتات سوف نأخذ نصف قطعه في كل مسمنا سوف ندهنها بعد ما نقرسها سوف ندهنها سوف ندهنها ممكن تستعملو الجبن الخاص بالدهن سوف تستعملو ملعقة صغيرة أو أكثر على حسب ما تريد الفرماج سوف ندهن سوف ندهن سوف ندهن سوف ندهن سوف ندهن نتعملها فوق غربال وضروري ندهن سوف ندهن سوف ندهن بحلس سوف ندهن 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 حضر ندهن ودائما كنزل جناب العجينة على الحاشية الغربال ونقطع زوائد متاع العجين هنا عندي مقلات ساخنة على النار مدهونة بالقليم من الزيت فقط زيت الزيتون ونقلب على هذا الشكل الفطيرة نحتاج نقوم بفرحة دون رقصة ممكن ندهن المدهونة بالمدهة حدودين مضهبين ونقوم بمضه يساعد مدهة ونقوم بأحدث نقل بأسرع ونقوم بإمكانهم الكثير إذا يجبون مقالوا في فقط ونقوم بإمكانهم قصص ونقوم بإمكانهم لنقوم بإمكانهم كما تلاحظون ان انا استعملت الجبن الدهن المثلاتات ونزيد الفرماج الأحمر استعمل الجبن المبشور نستعمل الجبن الموزاري نقلب كيف العادة الفاطرة في ميقلات نبدأ ندهنها بشوية الزيت البلدية ونقلب فيه متى يتحمروا ويأخذوا لون مذهب او محمر ومن كي يطيبو نحذفهم ونعمل دفعة واحد اخرى حتى نكمل نضغط عليهم لون واحد بطابو سنحذفهم من خفافين نار دائما تكون متوسطة لا تكون مهيلة وانا تحرقوا بلا ما يطيبوا من الداخل سوف نأخذ قطع الكورة العجين نأخذ الغربال المتوسط في الحجم الإنوكس أي غربال لديكم لا سوف نأخذ لبسلخ الدارية في الوسط نستعمل فرماج حمر مع الموزاريلا نستعمل فرماج حمر و فرماج حمر نغطي العجين بقطعة ثانية نجبد العجينة على الجنب الغربال نقطع العجينة سهولة نقطع العجينة نحتفظ بها في بلاستيكا نستعمل يحتفظ لنا نضيف في المقلع نضيف عشرة ثانية نضيف في المقلع نضيف من الزيتون أترك كما نضيف يمكننا طيب أكثر من حبة في نفس الوقت لأنه لديه ميقلات كبيرة سوف نكمل تكون الفطائر جاهزين على هذا الشكل وهذا الشكل الأول يأتي خفيف رائع جدا رائع جدا لأنه لا نستعملوا كمية كبيرة زيت الزيتون لا في العجين ولا احتفش نستعملوا غير القياس وهذا فتحت معكم الشكل الثاني اللي عملت فيه الحشوة دي الموزاريلا فكتجي تعليكة خطيرة كي يحمق عليها الكبير والصغير لا في الفطائر ولا في البيتزا فكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو و تخليوا لي لايكا تشجيع منكم لمزيد من العطاء نتمنى لكم بالمناسبة دي هلال العواشر را يدخل عليكم إن شاء الله الشهر الكريم دي الرمضان و على سائر الأمة الإسلامية والعربية بصحة والسلامة و مفور الرزق إن شاء الله و مبقى لي في اندهاية إلا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية و نضرب لكم موعد في فيديو قادم بإيدي الله و نقول لكم كيف العادة أستودعكم في حفظ الرحمن و مع السلامة اشتركوا في القناة